مجدداً بين بغداد وأربيل في حوار النفط والغاز الذي أعلنت المحكمة الاتحادية أمر بطلانه كقانون في الدستور واشتراط التسليم الكامل من إنتاج كردستان النفط للحكومة المركزية مجدداً يعود الحوار لكن هذه المرة بإشراف وزارة النفط العراقية وما كشفت عنه شركة تسويق النفط سومو بإتمام الخطوات اللازمة لتطبيق القرار القضائي والبدء بتطبيق إدارة حق للنفط والغاز شمال البلاد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أكد في بيان الرسمي وضع العراق لمعايير جديدة لاحتساب حاسة الإقليم من الصادرات النفطية على أساس تسليم المبالغ الخاصة بـ 250 ألف برميل يومياً بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية وقد عضلتك المعايير وفق ما جرى العام الماضي بدفع مبالغ قليلة إلى الإقليم وهذا ما تريده وزارة النفط تغييره بما يضمن تطبيق الاحتساب والحصة وفق معايير عادلة حسب تصريحات الوزير النفط العراقية تنضي إذن في إخضاع نفط الإقليم لإدارتها لكن يأتي هذا في ذل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وأربيل وهو ما يهدد القرار بعدم التنفيذ مما يفتح سيناريوهات عدة حول التأثير سلباً على العلاقة بين بغداد وأربيل من جهة وعدم سيابية التعامل المال من جهة أخرى فالمال الذي يتمثل بتسليم حصة الإقليم من صادرات النفط وكذلك الرواتب عاملان بحدي ذاتهما مهماً جداً في حسابات تسيير العلاقة المالية والقانونية بين الطرفين اشتركوا في القناة